حاجة إذا كان عمر أديب الراجل قال لك هاتوا الدرع الدولي الأهلي وريحه دماغكم فهو نفسه عمر أديب اللي دايما ما بيعترف بقيمة الأهلي وجدارة الأهلي وأحقية الأهلي نفكره نهني النادي الأهلي بفوزه بالدرع درع الدوري العام المصري النهاردة يقول لك إيه يقول لك الدرع طلع يتفسح شوية ورجع تاني يعني نهاردة يقول لك إحنا مطلعين الدرع بس إيه يعني من عندنا كده علشان يعني يشم هوا ورجعه تاني ما بيروحش عائدها يعني بيروح لايمين ولا شمال رغم نوبس ممكن يعد الكبري يعني بس يعبر الكبري إلى نادي الزمالك ولكن أضطر طبعا أن أنا أهني النادي الأهلي بالدوري بس أنا بقول لكو حاجة داخر دوري الآلي زي كل سنة بقول كده داخر لأ وبعمل كده بنفس الحركة بنفس إيه داخر والصوت بيبقى أجاي داخر دوري الآلي هياخده بعد كده ودائم بقول كده العشر سنين اللي جاية الزمالك هو اللي هياخد الدرع إن شاء الله بجد تانية للنادي الآلي الآلي يستحق الدوري طول الوقت فارق بعدد كبير من النقاط ودي الدرع أقول لي مش عارف يعني مرة نفس أتصور طب أنا عايز أقول لكو حاجة أتصور جنبه في الآلي ألف مبروك للآلي وألف مبروك لجمهور الآلي حاجة جميلة بس أنا بقول لكو إن دي آخر لازم كده دي آخر سنة الآلي هياخد فيها الدوري العشر سنين اللي جايين الزمالك هياخد الدوري هنا هنا المشكلة اللي خلت الأستاذ عمري يبدو كان يعيش الصدمة فقال الكلام اللي قالوا واللي نقشناه إن آخر دوري هياخده الآلي آخر بطولة هياخده بالمجرد ما يحقق انتصار فيه يعني جدارة يعني السوبر إفريقي إزا ما ليه كان أفضل وإحنا نتفرج قلنا كده والآهلي كاسبان واحد لا الطريقة دي إحنا ما نش هنكمل المطش بالطريقة دي فزي معنى بنقولها بالبساطة والثلاثة دي لاني بتقول إن الأهلي كان أكثر جدارة جدا 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 في السوبر مصري إنت هتغير الاسم لكن الطرفين هم هم يعني ما تآه وفي نفس الفترة الزمنية فاللي أنا عايز أقوله يا أستاذ عمر ما توقعش المسألة بقى تخاطب قناعات وتتكلم ناس وتعيش المظلومية مش أنت مش أنت يا أستاذ عمر لأن لو جبنا لك كلامك والله بحساباتك لا فيه فيه يعني هتقول يا ريتني ما قلت كده هتقول لكن أخو الجهالة في الشقاوة ينعمه بعد الفاصل